السلام عليكم مشاركو ومشاء الله تعودوا لابس وتعودوا مهنيين مرحبا بكم في الفيديو تعمه اليوم اللي سوف ندرو فيها المرقة تعشخشوخة إذا تحبو تعرفوا الطريقة التي ندر بها الورقة تعشخشوخة سوف ننخليها لكم في اضوات دو لكرون وننخليها لكم في صندوق الوصف شوفوا التزيين اللي برتو خرد شباب هايل وهنا نوري لكم المرقة المرقة تعشخشوخة مجيش بزاف تقيلة ومجيش بزاف تاني ميها هذا هو القوام بتاعها جيهيلة اروحوا معايا تشوفوا الطريقة هنا عندي خليط بين الجاج والحم انا قدرت هنا لحم الخروف عندي لبصل كونتيتي مليحة هاد لبصل قويل هايل في الشخشوخة يجيب زاف بنين عندي واحد استحبتهم وهم غير مقسومين على الزوج عادي كيبانوا بزاف ثلاثة طماطيش طيبين ومليح وبطاطا عندي مغرفة كبيرة عن طماطيش طباطا حتى الزوج وعندي شوية سمن عندي حميسة لها هي نص طيب وليزي بيس عندي راس الحانوت وفلفل عكري مغرفة كبيرة من راس حانوت وفلفل عكري وشوية كصبر وشوية فلفل حر وعود تعقرفة نجيب الكوكوطات ندر فيها الزيت وثمن ونحط لحم والجاج قبان يتقل لو نطل رح يعني البصل التاعي يتلقوا شوية البنة تقدروا تديروها بالجاج ولا بلحم واحده ساح تجيو منيحة تديرو خارط يميد واحد من البنة هايلا والاهنا قبان تقللو جبت البصل شوفوا هنا هادي ينتي تاستيوس هاد البصل طويل ما يترحش هكذا تويغي علاوش نديلو نزيدلو واحد مان با نص كاس ما بش يعودي هكذا مرحي ما يبانش بش فلاسوس شغول ما يبانش والا ندير البصل ونديلو شوية ملح منح ما نكتروش بس بدوك شوفوا ونزيدتان للملح ونخلي البصل ومع هاداك الجاج والحم يتقلى حتى يدوب بمليح البصل ونخليه ونخليه فلا انا طبعه انا نوح ندرس هاداك التوم ونزيدله شوية ملح باش يتدرس لي منح وشغول كوري كاين وصفت وين يلز منينا التوم انو شغول ندرسوه هادي واحدة منهم خير من اللي رابطيوه يخرج خيره شوفوا هنا هاداك البصل اراهو تقلب مليح مليح نزيدله الطوماطيش تربطه ونزيد نقليه شوية مع الطوماطيش ما نطولش غيبش تحيله سي دي تي تاع الطوماطيش داي من حاجه تقلوها شغول تنقص القروسية تاعها والاهنا كي تقلع تمليح الطوماطيش والبصل اهي تحل التمليح دوركان زياداك نزيده ثم نزيده ثم ونزيده مغرفة صغيرة تاع الثم نزيده ونزيده ونزيده تربطها بهاد وهادك الطوماطيش اللي شفتوها مقابل معايا هاد الطوماطيش يجب ان نقشرها ونحلها الزريعة الداخل تطلق ثاني القروسية كمان دير شاكدة وتقارسة المبقى التاعي ونحط الحميسة وهنا خليها تتقل بالطبع بالطبع نزيده يجب ان تقلت الزيت ونزيده اخرج من الاطبع يجب ان تقلق نضيف الحمود الجج تبخلها لتبخلها 1 ساعة تضيف على نار قريلا من بعد نجيل المراق بيان سغل المسخون والمراق نسي المراق جبه ميكو و نسحك كامل ما شغل البعض نبقى نزيل نبقى نبقى نضيف حمود الجج يوضيف و يضيف يوضيف حمودك كيف يحللت هنا وحتم فيه في الجاد بيون سوق لقيته طاب مي لقيتمام الحم طاب معاه بس كي الحم قتلكم بس صغير جاي خروف جويكو نحيت كلش نحيت 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 الحم وستقف له يا ربي واقيا ما نحيت الحم نحيته بس كي الحم ميطيش كي مالجاج نحيت 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 بل فيه بالموس ما ريفيه بالموس نحيث نحيت منحيت هاداك العود لبقرفات ثاني وزدت البطاطا حطيت البطاطا طيب وقرن نتعفل في الحار وهنا زيت شوية ليزي بيس زيت شوية رأس الحانود شوفوا على رأس مغرفة بغير ما ما نكترش هنا ليزي بيس وكما كم شوفتوا على رأس مغرفة سكر ولا مغرفة صغيرة على السكر هنا بعد ما طبت البطاطا ثاني ما خليتها شطيح نحيتها من المرقة وكما كم تشوفوا جيت قليتها بشوية زيت وزبدة بوا هاد ليتا بتقدرو ما تدرو هاش يعني نرمال سيجوز باش نعطي هكدا إن باد دور سوف تكيعد عندكم دياف ولا يدخج هاي لها هكدا بابكي نحيت هاتيك بطاطا زيت حطيت الجاج تاني هكدا قليته ونص البطاطا هراني زيت بيها الاخر تاعي الشخشوخة ونص حطيتها فلا سوس كانت هادي هيالا فيديو تانها اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم إنت عجبتكم ما تنسونيش بليجان باقتاج أنا ما بقالي نقولكم سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة